الأمر اللي يجب التركيز عليه موش الأسعار في حد ذاتها لأن الأسعار تخضع لقانون السوق قانون العرض والطلب لكن رغم هذا وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذين عقدوا السنة الماضية برئاس سيدة رئيس الجمهورية أزدى تعليمات لإمكان لمراجعة الأسعار كيف أنه هناك مشروع مرسوم راح في الدراسة على مستوى الأمان العام للحكومة بالتنسيق مع وزارتنا مع وزارة السياحة لتسقيف الأسعار برابور التصنيف للهياكل الفندقية لكن حتى نتمكن من التحكم في الأسعار يجب توفير المؤسسات الفندقية مؤسسات الإيواء إذن نتكلم فقط على المؤسسات الفندقية اللي راح تدخل أو اللي دخل تحيز الاستغلال خلال هذه السنة عندنا أكثر من 39 مؤسسة فندقية التي دخلت حيز الاستغلال منذ 3 أكتوبر أين أسدى السيدة رئيس الجمهورية تعليمته الثلاثة تعليمة رئاسية رقم ثلاثة لرفع كل القيود على كل المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة ومن بينها المؤسسات الفندقية لحوالي أكثر من 3000 سرير وتفتح مناصب شغل لأكثر من 1100 منصب شغل حل البديل لرفع طاقات الإيواء على المستوى الوطني كذلك أنه راح نرجع للمخيمات الصيفية التي كنا في السابق نعتمد عليها خاصة للشباب وحتى العائلات كانت بعض العائلات التي تمثل هذه الصيغة من الإيواء يعني هيئنا الأماكن بالتنسيق مع الجماعات المحلية ووزارة الشباب والرياضة هيئنا كل الأماكن بتوفير كل المرافق من مياه كهرباء غاز قنوات صرف صحيح حتى تكون العائلة في الرياحية إن شاء الله ضيف إلى هذا حتى كان اتفاق راح نبرموه يعني كان تتناقشنا وتحادثنا مع قطاع التعليم العالي لتسخير الإقامات الجامعية لفي الفترة الصيفية تكون مغلاقة تسخير الإقامات الجامعية وحتى النقل الجامعي لاستقبال العائلات ذات الدخل الضعيف يعني المتوسط والضعيف اللي راح تكون بثمن إن شاء الله رمزي لإيواءها على مستوى الإقامات الجامعية يعني كل الظروف إن شاء الله مهيئة حتى نستقطب أكبر عدد ممكن ونوفر كل الظروف اللازمة للعائلة الجزائرية للاستجمام وقضع عطرتها في ظروف جيدة بإذن الله